حولت جماعة الحوثي منذ بداية الحرب عدد من المنشآت والمباني إلى معتقلات تمارس فيها أصناف التعذيب النفسي والجسدي ضد دالة في المختطفين من المعارضين والمناهضين لها والنشطاء الحقوقيين والصحفيين وفق تقارير حقوقية نشرت في العام 2019 فإن جماعة الحوثي تدير مئتي وثلاثة سجنا بينها ثمانية وسبعين ذات طابعا رسمي و125 معتقلا سريا إضافة إلى استحداثها سجون سرية خاصة في المؤسسات الحكومية وفي آخر انتهاكاتها تهمت رابطة حقوقية يمنية جماعة الحوثي بقتل شاب مختطفين تحت التعذيب في سجونها فيما لم تعقب الجماعة بعد لكنها عادة مات في ارتكبها انتهاكات لحقوق الإنسان وقالت رابطة أمهات المختطفين أنه تم تسليم جثة المخفي قصرا علي مرزوق الجرادي ثمانية وعشرين عاما تم اختطافه من منزله في مديرية نهم بمحافظة صنعاء في إبريل الماضي واقتياده إلى جهة مجهولة وكشفت الرابطة في بيان الخميس أن الجرادي ظل مخفيا قصريا طوال فترة احتجازه ولم تعلم أسرته عن مكانه ومصيره شيئا ليتم إبلغ أسرته من قبل جماعة الحوث الثلاثة بوفاته مدعية أنه انتحر شنقا في السجن اشتركوا في القناة